عندي سؤال يا سيدة الفريق هل المصلحة العليا مصلحة السودان تقتضي استعاب أكبر عدد ممكن ولا لا الشأن السوداني لا مجال فيه لعزل أحد أو إقصائي السودانين جميعا شركاء في صناعة ورسم خارطة مصير هذا الوطن ما في مجال لإقصاء أحد وأي مشروع يقوم على إقصاء أو عزل هو مشروع مكتوب له أو محكوم عليه بالفناء ولدينا تجارب في الستينيات وكان النظام الديمقراطي الديمقراطية يعني كانت في بداياته تقص غرار بإقصاء الحزب الشويعي من الحكم فالحدث أن الحزب الشويعي خرج ولكنه مشى يخطط ويتآمر وحتى ما جاءنا بما يؤرف بمايو يعني النظام بتاع مايو النظام الذي بدأ يساريا ومدعوما بالسكرتير العام للحزب الشويعي أدت الحزب هو كان نتيجة حتمية لهذا العز والإقصاء الذي تم في التمانينات حينما كنا برضو في إزة الديمقراطية والتي كنا يعني استفشرنا أخيرا بأن مسارنا الديمقراطي أخذ طريقه الصحيح وحركته الصحيحة ومصوب لأهدافه نتيجة لخلاف مع الجبهة الغومية الإسلامية كان ليس يعني لا هذا ليس مبرر لمما أتت به لأن الجبهة القومية هي بتختلف من حزب الشويع عندها جماهير عندها سند وقدامها تحول فيها يعني خطو بتاعت انتخابات لو صبرت فيها كان يمكن نكون كذلك ولكن نتيجة للتضييق عليها أيضا أتت لنا بانغلاب 89 اللي هي الذي حكم البلاد 30 سنة وردنا موارد كثيرة جدا نشكو منها ولن نتعافى منها بسهولة يعني دارين 30 سنة أشان نتعافى من الأسار التي تلتبت بفعل 30 سنة إذن ليس هناك مجال لإقصاء وعزل أي مكون سياسي موجود في السودان أن إدلاء برأيه عن المشاركة في تقرير مصير البلد أنا هنا إذا كان ذلك كذلك هو أيها مطلوب فلابد من أننا نفهم أن المكونات السياسية كلها لابد أن تتوافق ولابد أن تتواضع ولابد أن تتراجع عن كل شعارات العز والإقصاء التي تلوحى الآن في الأفق شكرا